اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولينا واقفة مع الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بمبارات نصف النهائي مع العلم او مع انه من سوق الحظ انها تقريبا ماشية بالتوازي مع بطول الدوري ابطال اوروبا النقلة كانت صعبة شوية الناس هؤلاء بتتفرج على ريال مادريد والسيتي بار ميونيخ والارسنال بروسيا دورتموند واتلاتكو مادريد بي اجي وبرشلونة لما تيجي تنقل على مباراة الاهلي ومازينبي تحديدا لا فيه فجوة كبيرة جدا وعندنا وقفة ولينا فيها كلام لكن خليني ارجع لمكسب المباراة نمر واحد طبعا النتيجة اللي بشوفها طبعا خلينا نتفق انه منذ تم افتتاح ملعب مازينبي في 2009 مفيش فريق مصري لعب هناك لم تتلقى شباكه اهداف فالاهلي هو اول فريق مصري يخرج من الملعب ده صفر اهداف في شباكه اتنين معادلة رقم منويل جوزيه الاهلي بالتعادل امبارح مع مازينبي وصل للرقم او للمحطة رقم 19 وعادل رقم منويل جوزيه بعدم الخسارة في افريقيا لمدة 19 مباراة مكسر ان شاء الله بإذن الله يوم الجمعة يحط مرسل كولر ضمن قائمة المدربين العظماء اتفق تختلف على إدارة المباراة لكنه نجح الحقيقة بالخروج بنتيجة مش هقول عظيمة مش هقول بتمثل تموحات الاهلوية خصوصا انه كان ممكن جدا وكان في الامكان افضل من مكان لكنها في النهاية نتيجة جيدة هي من حس الترتيب التالتة من وجهة نظر كان الافضل بالنسبة لي طبعا انك تحقق تعادل ايجابي يفرق معك كتير جدا وكان الافضل والافضل انك تحقق فوز لكن في النهاية امام فريق عنيد وفي ملعب صعب وفي ظروف سواء من ناحية الغيابات او من ناحية حرارة الجو او من ناحية ارضية الملعب كلها الحقيقة تخلينا نقول الحمد لله ان احنا خرجنا بالنتيجة دي وبإذن الله قادرين على التأهل يوم الجمعة الجاية ان شاء الله في القاهرة اللي فضلنا ايه؟ اللي فضلنا بالتمام والكمال 270 دقيقة بإذن الله ان شاء الله اللي فضلنا 270 دقيقة منهم 180 واهمهم 90 اللي جايين لمين الكلام؟ لجمهور النادي لأهلي العظيم انا بشوف ان دور الجمهور في المرحلة المتبقية من البطولة وخصوصا ان شاء الله بإذن الله في مطش الجمعة اللي جاي اللي ان شاء الله هيكون حاضر بإذن الله فيه 50 ألف مشجع أهلاوي دورهم كبير جدا جدا الفرقة راحة الفرقة واخدر راحة لمدة يومين بالتأكيد هيرجعوا يستعدوا بإذن الله ويكونوا في حالة كويسة وان شاء الله بإذن الله نأمل نأمل الاسكوات اللي ظهر في المباراة الحقيقة قدم من اللي عليه والزيادة طبعا وانت بتتفرج الامور بالنسبة لك سهلة وبسيطة لكن على أرض ملعب مازنبي لأقصة غير يعني الظروف الحقيقة كانت صعبة جدا وكلهم أبطال ممكن يبقى فيه ناس كانت مستواها عالي جدا ممكن فيه ناس ما كانتش موفقة لكن ما فيش حد بخل على الفريق بمجهوده والحقيقة رجعوا يعني بالمهمة زي معهدنا الحقيقة أبطال النادي الأهلي حضرين حتى فيه أصعب الظروف اللي يفرق سكوات الأهلي عن السكوات اللي هيواجه الجمعة اللي جاية مازنبي ما فيش حفروق كبير وأعتقد أنه أغلب الظن وأنا هرجع مع حضراتكم في تفاصيل حلقة النهاردة موقف الإصابات لكن فيه أغلب الظن بنسبة 95-96% السكوات اللي لعب واللي قد مباراة كبيرة بالمناسبة قدام مازنبي منهم الحقيقة لعيبة كتير أجادت لعيبة كتير أجادت وقدمت مستوى حتى أنت شخصيا مكتش متوقع منهم وأعتقد أنه اللي ممكن يخش في الحسابات اسم أو اسمين لكن إيه خلينا هنتكلم في التفاصيل وإحنا بنتكلم في الحلقة عندي رسالتين الحقيقة أو هما مش رسالتين هما على متين استفهامك برجد واحد لايحة تحدي الأفريقي الخاصة ببطولة الأندية الأبطال تشامبيونز ليج أفريقيا اللي هي بدون نقاش وبدون جدال أهم وأكبر بطولة أفريقية على مستوى الأندية وهي البطولة اللي بتدر دخل كبير جدا أو يمكن الدخل الأكبر على مستوى اتحاد الكرة في الأفريقي طيب هارجع تاني للمقارنة مش هقارن يعني مش هقولك الفرق بيننا وبين أوروبا عشان فيه طبعا مسافات ضوئية لكن احنا في نصح كتير جدا قبل كده اتكلمنا على أندية أكتر من نادي الحقيقة اضطر انه هو يلعب خارج ملعبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا لانه الملعب الخاص به غير مطابق للمواصفات المواصفات اللي حطها للأتحاد الأفريقي واللي حددها عشان الأندية تقدر تلعب مبارياتها في بطولة دوري الأبطال على الملعب بتاعتها وبناء عليه انا عايزة اسأل الحقيقة للأتحاد الأفريقي ايه هي نوع المواصفات اللي تخلي مبارات دور قبل نهائي بين اتنين من أكبر أندية أفريقيا يعني لما تيجي تتكلم على مستوى الألقاب تتكلم على الاهلي دايما في صدارة المشهد تتكلم على 11 لقب أفريقي هو النادي هو نادي القرن الأفريقي هو النادي صاحب التصنيف رقم واحد على مستوى الأندية الأفريقية لما تيجي تبص مين بعده هتلاقي فرقتين على مستوى الألقاب دوري الأبطال مازنبي والزمالك الاثنين كل واحد منهم عنده خمس ألقاب فبالتالي طبيعي أن أنا حط مازنبي ضمن أكبر الأندية الأفريقية وأفضل الأندية الأفريقية على مستوى الأبطال أنا يكون عندي مبارات نص نهائي مبارات قبل نهائي تجمع الأهلي ومازنبي إزاي تتلعب على ملعب ده يعني وأنا مش خبير لواح والقوانين وأنا مش حد من أصحاب القرار أو أصحاب المسؤولية لكن أنا بسأل مفترض يعني أنه الأمور دي الخاصة باللواحي اللي بتسمح للأنداب المشاركة أو باللعب على ملعبها مرتبطة بالتأكيد طبعا نمرة واحد أرضية الملعب نمرة اتنين بالنواحي الأمنية نمرة تلاتة بالإضاءة نمرة أربعة بجودة النقل التليفزيوني والتصوير تعالى ده مبدأين يعني وأنا ما عنديش دراية الحقيقة بالمواصفات اللي حطها لتحدي أفريقي بس هي بالتأكيد ما تخرجش عن الإطار ده ترجمة نانسي قنقر